سوريون يتعرضون للضرب والإهانة وسكب طلاء على أجسادهم في منطقة فرن الشباك في بيروت مع هذه العبارات أرفقت صورة التي تم تدولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين فكانت كفيلة بخلق ردود فعل بالمئات لم تقتصر على حسابات ناشطين لبنانيين بل سوريين وآخرين من جنسيات مختلفة وسارع بعضهم إلى اتهام اللبناني بالعنصرية من دون تأكد من صحة الخبر ما يطرح إشكالية تسرع بعضهم في نشر خبر أو صورة قد تساهم في تأجيج التوتر العام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حسمت الجدل القائم وأكدت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة الجامدة لا تظهر دائما حقيقة الواقع وأوضحت أن بتاريخ 14-09-2014 وإثر تضارب بين أشخاص لبنانيين وسوريين على خلفية تعبئة صهريج مياه لإحدى البنايات في محلة تحويتة فرن الشباك قامت زوجة أحد السوريين ومن شرفة منزلها الطابق الأول برمي عبوات طلاء وبعض الشتول وعبوات مياه وقطع حديدية لإبعاد المتجمعين وأصابت عدة أشخاص بالطلاء مشيرة إلى توقف شخصين سوريين يومها بناء لإشارة القضاء المختص